الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم الولاد في هذا الفيديو الجديد والنزول عند رغبتكم طلبتوني في كيفية حساب مساحة قرص جبناكم زوج تمارين من الكتاب المدرسي صفحان 160 اذا ان كنت اول مرة بتشاهدنا القناة لا تنسى ضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ليصلك جديد هنا اول باول اذا فلنبدأ على بركة الله قل لك احسب المساحة المضبوطة ثم المقربة الى جزء من عشرة لقرص نصف قطره 15 اذا هنا في المساحة المساحة نرمز لها باس او ا اه زيت ان عنا نصف القطر القطر نرمز له بي ار ميوني سكيل وعنا هذه القيمة بي شحال ندو ندو القيمة التقريبية تحت 3.14 اذا فلنبدأ على بركة الله في حل هذا التمرين اذا اا شاقل لك احسب القيمة المضبوطة تمرين رقم اثنان وثلاثة شاقل لك جالك احسب المساحة اذا مساحة شا تساوي تساوي انها بي في النصف القطر في نصف القطر اذا اش تساوي تساوي انها بي في هذه قيمة مضبوطة البي خليها كيما راهي خلوها كيما راهي لولاد ما تقل كيما مضبوطة خليها كيما مضبوطة هكا نروح الجزء الثاني في نسب القطرة اللي هو 15 في 15 اذا الآن شحال تساوي نضرب 15 في 15 تعطينا 225 بي لاحظ بي قدرتها في العامل الثاني قلنا دايما العدد العدد نسبقه على الرموز الرياضية والوحدة التي لا تنسوش عنها المتر اذا نكتب بالمتر مربع وحدة المساحة طالنا المتر ندير المتر مربع طالنا السنتيمتر ندير السنتيمتر مربع من بعد قال لك ثم القيمة المضبوطة التقريبية هذه قيمة مضبوطة اذا الآشة تساوي 225 بي هنا قيمة تقريبية في 3.14 اذا شحال تعطينا كي نحسبها بالآلة الحسيبة تعطينا 706.5 متر مربع هذه تعطينا 706.5 متر مربع هذا بالنسبة الى التمرين الاول حسبنا القيمة المضبوطة وحسبنا القيمة التقريبية اذا نروح التمرين 3.30 ان كنت اول مرة بجاهدنا القناة ما تنسوش تضغطونا على زر الاعجاب وتضغطو على زر الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ليصلك جديدنا اول باول اذا الولاد لا تنسوش تضغطو على زر الاعجاب بفضل الله وبفضلكم ارسلنا لعشر الاف مشترك في القناة وهذا بفضل جهدكم انتم اذا زيدوا دعمونا باش نقدموكم الافر اذا لاحظوا معي في الصيغاء الثانية هنا في الصيغاء اللولا اعطينا نسف قطر وهنا اعطينا القطر المساحات تكون بالنسبة للقرص فقط في الدائرة لا دائرة نقول موحيط والقرص نقول ايضا عندها موحيط اذا اذا شا قلنا مساحة تاع القرص هذا شا تساوي تساوي ان القيمة P في نصف القطر في نصف القطر هنا نصف القطر هو ماذا هو اربعة وثمانون على اثنان اللي هو القطر قسمة اثنان شحال تعطينا تعطينا اثناني واربعون ديسيمتر من الوحدة اللي عطينا بديسيمتر اذا نحسب شا تساوي P في اثناني واربعون في عفوا اثناني واربعون نحسب بالمساحة اثنين واربعين في اثنين واربعين تعطينا الف وسبعمية وربعة وستين في بي وهذه الضرب وانه استلاحا يمكن الاستغناء عنه اذا هذه قيمة مضبوطة اه ما ننسوش الوحدات الوحدة التي هي ماذا هي ديسيمتر مربع اذا القيمة القيمة التقريبية اذا شا عنا اس تساوي بالتقريب الف وسبعمية وربعة وستين ملاحظة قبل ما نروح القيمة التقريبية هذا ري نولد كي يعطيكم قطر كي يعطيكم قطر شا قلنا ندير نروح نحسب نصف القطر كي يعطيك نصف القطر تطبق مباشرات القطر نحتاجوه في المحيطات ونصف القطر في المساحات نبدو هذه الملاحظة بعين الاحتبار نعوض بي بما يساويها قلناها تساوي ثلاثة فاصل اربعة عشر اذا اس تساوينا كي نحسبها تعطينا خمسالاف وخمسمائة وثمانية وثلاثين فاصل تعطينا استوتيعين احنا نبدو قيمة واحدة قلق جزء من عشرة اذا ديسيمتر مربع هذه بالنسبة الى المساحة تعال التمرين افتاد ان كنت اول مرة بتشاهدنا القناة ما تنسوش تضغط على زر الاعجاب ترجمة نانسي قنقر